أهلا بيكم من جديد في صباح الخير مسلسل سر إلهي كان واحد من أهم مسلسلات النصر الأول في دراما رمضان وكان من بطولة النجمة روجينا دراما شعبية تناولت حياة نصرة اللي وجهت الحياة لوحدها بعد ما تغدر بيها من أقرب الأشخاص ليها وده درنا بقى نشوفه إزاي حصل في أحداث الحلقات وإزاي قدرت بقى تاخد حقها وتنتقم منهم واحد واحد ولكن على حد تعبير المخرج أستاذ رقوف عبد العزيز قال قد كان انتقام رحيم ما كانش انتقام شديد صحيح خلينا نعرف كوليص صناعة هذا المسلسل إزاي تصور تصور فين أهم الأحداث اللي حصلت خلاله ضيفنا النهاردة مخرج هذا العمل الأستاذ رقوف عبد العزيز مخرج مسلسل سر إلهي ضيفنا النهاردة في صباح الخير وصل لابيكو سر رقوف منور النهاردة في السوديو أهلا بيكم مبسوط إننا معاكم جدا واحد من المسلسلات الرمضانية كان سر إلهي أكيد حظى باهتمام كبير ولكن عايزين نتكلم عن الكواليس في البداية أنت صورت فين وقدرت إزاي تستغل وجودك فيه يعني حي زي حي المنيرة وتوقف الناس وتأخذ منهم الكدرات وتخلي الموضوع زي ما بيقوله كده إيه طبيعي مش مش متصور بجد هو المسلسل طبعا عشان كانت طبيعة وقايمة على الدراما الاجتماعية الحقيقية فكنت أنا حريص أنا وفريق العمل كله بصراحة إن إحنا نطلعه من قلب الوقت فكررنا إن إحنا ما نستخدمش أي بلاتهات ولا نروح الأماكن المعتادة للتصوير فقلنا هنروح كل الأماكن الحقيقية في الأمر ده طبعا بشكر كل فريق العمل أولهم فريق الإنتاج ثم طبعا فريق التصوير وفريق الإخراج لأن الموضوع ده كان متعب جدا طبعا كنا بنا نتحاير كتير يعني على حاجات مختلفة عشان نقدر نسيطر إن إحنا نصور في الأماكن اللي فيها بشر كتير وناس كتير من أول بقى طبعا نحن نعمل بروفاتنا بشكل داخلي ثم نبدأ نخرج للشارع فكرة إخفاء الكاميرات في أماكن مختلفة يعني كان الموضوع والناس زيك بتعامل مع الكاميرا من غير ما تحس إنها بتتصور دي حاجة صعبة برضا آه أكيد 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 من الحاجات الصعبة علينا كلنا لكن بصراحة كان فيها متعة يعني وإحنا بنمارسها أو حتى نتيجة ويا طبعا والممثلين نفسهم كانوا حاسين دايما إن بسهولة بقوم جوا الشخصية وجوا العالم فده كان مساعدني كتير وصراحة طبعا التحكم في هذا العدد الكبير في مشاهد خارجي وهو كان كله خارجي يمكن أنت كنت المخرج وكنت مزير التصوير الميكس ما بين الاتنين أو الجمع ما بين الاتنين سهل عليك ولا صعب عليك يعني أنت فاهم دماغك فعرف تعمل اللي أنت عايزه ولا صعب عليك أنت محتاج تشوف وترجع ترجع اللي أنت عملته وتشوف تاني طبعا السؤال إن أنا بجمع ما بين التصوير والإخراج يعني تسألته كتير ودائما الإجابة عندي واحدة أكيد فكرة إن أنا زهيت من سؤالي؟ لا على الضوء إن دائما بتسأله هنا ممكن يكون الإجابة ممكن تكون بشكل عملي كانت موجودة بقى أكتر في العمل ده لأن باختصار شديد اللي أنا ببقى متخيله كمخرج بسهولة جديدة أنا أقدر أترجمه كصورة فكرة إن أنا أطلع اللي جواي أو اللي في خيالي ممكن لفنان تاني عشانا نقلهوله عشان يترجمولي أكيد ده ممكن ياخد بعض من الوقت فردنا على السؤال إن ده كان أسهل لي ولا أصعب لا أكيد كان أسهل لي كتير لأن كمان ببقى محتاج فكرة السرعة والتحرك السريع في وقت ما احنا بنعمل أوقات حاجات كانت بتيجى على الهواء وانتبقى لها حلوة قوي فبقى نفسي ده أنا أخوضها في لحظتها المسألة دي سهلت لي أن أنا في الأساس منذر التصوير المشهد من المشهد اللي شفناه قلال أحداث هذا المسلسل وفاة بنت نصر الوحيد المشهد ده كان مؤثر كان قوي جدا حكي لنا عن كواليس صناعة هذا المشهد وخصوصا في مرحلة البروفات لا المشهد ده بقى تحديدا ما عملنا لوجه بروفات خالص دخلت شط على طول على طول بسبب إن إحنا زي ما حضرتك وشفته برضو صورناه في الأماكن الحقيقية يعني كانت مقبرة حقيقية بالكامل كانت كل التقوس وكل المكان يعني كان حقيقي قوي هنا طبعا أشكر أستاذي روجينا يعني الحقيقة من أول ما تعبتكش على طول دخلت خلصت وخرجت وهي كمان روجينا يعني حالة بالنسبة لي هل عارتك عقلا هو ممسيلي حالة؟ يعني 22-23-24 hoping ngày أو أن الأرزال 20 أو 23 سنة أو موجود من الأول بutta تعرفوا يعني تعمل ممسيلي حالة مش عادي وعندها ثقافة درامية كبيرة ده مخلي التفاهم ما بيننا كبير وعالي على مستوى الفن على مستوى كمان الإنسانيات والشخص قد إيه هي طاقتها إيجابية جداً بتساعدني أن مهما كان هنعمله صعب أو في مشكلة فيه الحقيقة بتتقبله بمنتهى الحب وإدراكها أن احنا بنعمل ده علشان نطلع حاجة حلوانة فإحنا كنا متفاهمين جداً في المشهد ده بإن أنا مش عايز أوجيها كثير هي كانت مذاكرة جداً لما روحنا المكان هي دخلت في الموض العام لأن المكان كان حقيقي وفعلاً صورناه من أول لحظة على طول ما خدناش فيه أي بروبات ولا أي حمارة فبدير وجينا محمد صراط متعاودين عليه كوميديان أنت طلعته راجل حزين ودرامي وشخصها تاني خالص غير اللي بنعرفها في باقي المسلسلات يعني كنت بحاول أطلع الكائن الثاني اللي جواه سروط سروط أنا بالنسبة لي طاقة تمثيلية كبيرة طبعاً ممثل يعني زي ما بنقول كده عضلة تمثيلية ما كنتش حابب أن أنا برضو لما نيجي نتعامل ودي أول مرة أتعامل معاه وأنا بحيبه الحقيقة وبيضحكني جامد فما كنتش حابب فكرة أن إحنا يبقى أول تعاون أعمل المعتاد أو المتعرف عليه منه للجمهور الحمد لله أنا مبسوط برد الفعل جداً ومبسوط أنه طلع حاجات بتبروز إمكانياته تمثيلية وشايف أنه لسه عنده تاني كتير يعني التيتر وإحنا بنسمعه معلم في ودنا حمزة نمرة يعني حالة مختلفة تماماً أنا من مواجبين حمزة في العادي يعني بعيد عن كون صانع محتوى أنا بحبه قوي وعايزة أوجيه له شكر كبير الحقيقة على حاجة ممكن الناس ما كنش شافتها يعني أنتوا سمعتوا التيتر لكن في جزء ما سمعتوش أو ما شفتوش هو التعاون والتعامل الراقي جداً اللي أنا شفته منه قد إيه هو دقوب بيذاكر قوي كان بمفصوم يقرأ الحلقات وكان بيتنايش معي كتير جداً في جوهر الدراما علشان يطلع حاجة من جوه المسلسل قوي غير سلوكه الحقيقة وتعاونه حاجة فوق يعني الوصف في الزوق والأدب والأخلاق بشكره بقوله أنت إضافك جيرة للمسلسل وأنا سعيد جداً أنا أتعاونك معك في الطبيعي أن أي مسلسل بيبقى فيه صعوبات أو فيه تحديات أنت قبل ما تخطط كده بتقول لأ أنا خايف من واحد اثنين ثلاث كنت خايف من إيه وعملت حسابك على إيه ولاقيت إيه؟ لا الحقيقة يعني ما أقدرش أقول أني كنت خايف من حاجة لأن تعاوني أكتر من مرة مع روجينا مخالي فيه جارة من أمان بش بتكلم بس على التمثيل يعني بتكلم مثلاً على لوكيشن تصوير لا أماكن الخارجي طبعاً على ناس على أماكن خارجي بالزبط أصور برا النور الحاجات اللي لا أنا فخور بفريق العمل بتاعي الحقيقة يعني مديني أمان بيخلوني بدخل السمتة أكتر بطم ده جميل جداً على حقيقة ده حقيقة أنا بشكرهم أنا بشكر حقيقي لو في أي حاجة كويسة كانت في العمل ده أو كل الفريق الوراء الكاميرا هو السبب ولو في أي حاجة كانت دون المستوى فأنا أكيداً السبب فيها مش هما أنا فخور بكل فريقي اللي عملوه سواء على المستوى الفني أو على المستوى النفسي والإنساني وقت العمل وهو بيتنفذ أنا بشكرهم كتير على المشاهد برضو بتاعة نوها عبدين الناس مبسوطة قوي من نوها عبدين ومن أداءها قد إيه لطيف وسلس يعني طلعوا بشكل جميل جداً ووظفتها إزاي وطلعتها وبروستها كده إزاي نوها برضو كانت أول مرة تعمل معاها ممثلة طبعاً هيلة لكن نوها كمان تمتاز بحاجة بقى أن هي يعني أني لها جانب كوميد جداً على المستوى اللي هو في الكواليس يعني نوها دماء خفيف جداً جداً وتقريباً هي كانت رقم واحد بالنسباننا في الضحك والهزار إحنا كنا متوقعين أن محمد صروت هو اللي هتبقى كواليس وكلها هزار كتير كان العكس تماماً يعني الممهور شايف العكس على الشاشة لا نوها كانت هي صاحبة كواليس الكوميديا اتعكست بقى محمد صروت أصل الكوميديا صلاته هادي ونوها يعد عملت صروت كان مركز جداً جداً في التمثيل فكان دايماً في مود الشخصية نوها هي اللي كانت يعني مضوزة توصيل الحياة في أولب السيناريو فيه ناس بتتكلم في 33 آلف فيه ناس بتتكلم في 100 آلف منهم أولب خاصة زي قالب الانتقام قالب الحب قالب السندريلا وهو خلاف هنا القصة كتغرب لقصة سيدنا يوسف إخوة يوسف اللي ظلموه وهي حاولت بس طبعاً سيدنا يوسف ما انتقمش منهم الانتقام اللي عملت لورجينا يعني الاختلاف ايه او التقطع يعني كلمني عن القصة وكلمني عن هو هو الأساس كان بالنسبة لنا وانا كنت حابه قوي مع الأستاذ أمين جمال المؤلف اللي بوكيله تحية كبيرة فكرة هو إيه السر الإلهي السر الإلهي هو سر ربنا في أحكامه تمام اللي إحنا كبشر بنيجي أوقات كتير عقلنا ورغبتنا وغرائزنا بتقعد تعاند يعني أحكام ربنا دي ونقعد نقول لا احنا عايزين نغير فيها احنا عايزين نبوز شوية من هذه الأحكام اللي هو بيفرضها علينا فبنقعد الدائلة بتلف تلف لغاية ما نكتشف الآخر أنه ما فيش أفضل من الأحكام اللي ربنا هو حطها وهو ده السر الإلهي ده كان الجزء الأساسي في مرال المسلسل وخاصة أن احنا بيدور عن رجل أولاده جاحدين عليه فهو قرر يهب كل صروته اللي واحدة مش من دمه طب هل هي من حقها تاخد ده ولا لا العقل بيقول آه من حقها ولكن الشرع بيقول والحكم الإلهي بيقول نا فكانت الإشكالية دي بس ما في النهاية رجعت الفلوس رجعت التلتين ومشت عشر آه لكن الدائلة فضلت مكملة برضو إن في حد تاني مش من حقه برضو طمع في الدهب وهياخد الدهب وبرغم إنه مش من حقه اللي هي البنت شخصية حل عشان بنقول برضو إن الدائرة دي هتفضل موجودة دايماً صراع الإنسان والبني آدم وغير ريزه مع فكرة أحكام ربنا والسر الإلهي فيها ده يعني اللاين الأساسي بتاع المسلسل بعديه بندخل في الجزء ما يخص الانتقام وعشان كده أنا قلت بس الجزء ده عشان أقول ليه أنا اخترت فكرة إن ان انتقام ما يبقاش انتقام حاد لأنه مش هو مش الرسالة اللي أنا عايز بصراحة أحب إن أنا وجهها للمشاهد هو إن إنت لما هتظلم فإن إنت لازم ترد رد عنيف بزياني بس هيا دي التيمة اللي بنتفرج عليها دايماً بالذات بتبقالها شعبية قوي في المدار إن البطل يفضل مظلوم 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 وبعدين يرجع في ريمونتادة غريبة ياخد حقه وحق الناس اللي جنبه كمان زي ما تشوفته زي ما حصلش يعني لا أنت نهاية كانت غريبة جداً ما بين خروج من السجن وما بين ناس اتقبض عليهم وما بين يعني حصل حاجات كتير غير متوقعة يعني يعني كانت كانت توجه الأستاذ أمين جمال الحقيقة ولما تكلمنا كتير وتناقشنا في المسألة دي برضو إحنا بنتعامل إن اللي هنقدمه أمانة ورسالة أنا مش عايز أنقل للمشاهد فكرة إنك تصدير العنف من أجل العنف أنا ضده الحقيقة أنا والأستاذ أمين وكان هدفنا هو إن المشاهد مشاعره تتحرك لعبة أقدار يعني ما هو اللي أنت بتنتقم منه ده في الأول في الآخر ودمك ولحمك ده دول إخوتها فالحقيقة كنا حارسين عن المعنى ده أمين أنا عارف أننا سأسألك السؤال أكيد سألتك كتير بقية قصة الخمستاشر حلقة بالتأكيد مختلفة عن التلاتين ريحت المؤلف ريحت المخرج اختصرت الأحداث خلت الخط الدرامي يعني إقاعه أسرع خلت فيه حبكة تتمنى إيه بالنسبة للأعمال الدرامية المصرية اللي يعني لسه ما خادتش الخطوة دي لسه أنا الحقيقة ده أول مرة أعمل عمل خمستاشر حلقة أنت جوبت السؤال وأنت بتقوله أنت جوبت جزء كبير منه فعلاً ده لمستوه فعلاً الإقاع السريع فعلاً الحبكة بتبقى يعني متمسكة جداً دي كانت من المميزات في فكرة الخمستاشر بس بعد ما جربت الخمستاشر والتلاتين أنا شايف أني في موضوعات هي لايق عليها قوي 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 أنها تبقى خمستاشر وهتبقى أحلى وده بيفيد في المنصات وتسوقها في المنصات؟ أياً كان أنا بكلم عن التلقى المشاهد لها يعني في موضوعات لو عملها 30 أنا كمشاهد عايز أخذ الموضوع مركز ما أخذش موفمت الممثل في ربع الحلقة مثلاً عشان يتحرك من مكان لمكان حقيقي وفي موضوعات تانية بيتبقى قيمة على عوالم كتير وعلى شخصيات كتير فعلاً لازم تتعمل في 30 بالعكس لو عملت الخمستاشر هيبقى ظلم للعالم للعوالم دي أو للشخصيات دي كلها طبعاً بس أنا في تجربة سري إلهي أنا كنت سعيد جداً بفكرة تكسيف الأحداث سرعتها بسبب أن هي خمستاشر حقيقي أستاذ رقوف إحنا سعداء جداً بجودك معانا إحنا وجبة رمضانية كالمعتاد متخمة جداً كتير من المسلسلات سنعيد تاني الفرجة عليها بعد السباق الرمضاني وأعتقد على رأسها سيكون سر إلهي ساعدت جداً بجودك معانا النهاردة نورتنا وشرفتنا شكراً نورتك معانا المخرج الأستاذ رقوف عبدالعزيز مخرج مسلسل سر إلهي شكراً نورتك معانا شكراً أنا مبسوط قبل أن كنت معاك ومنشكل نورتنا وشرفتنا كده خلصت حلقتنا النهاردة بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد في حلقة جديدة من صباح الخير مصر نصبح عليكم مرة تانية صباح الفل عليكم مجيعة وصباح الخير مصر